السلام عليكم حبيباتي ان شاء الله سكنوا بخير اموركم كامل لباس ورجعتكم فيديو جديد وهذه المرة وصفة سهلة مهلة وهي قغاة بحلة جديدة وغير مكلفة واللي جي الصراحة من اروع ما يكون وما نطول عليكم نمشي ونشوفو الوصفة اول حاجة وهي نمشي نجيب البصل ديالي ونحاول نقصو ولا نقطعو الى قطع صغيرة او من بعد نقليها هكذا شوية زيت على النار تكون مهلة حتى يدبال ويتطيب هاداك البصل ديالنا نحتاجو الى كمية من البطاطا حتى بعدد الافراد ونحاول نبشرها حتى نتحصل على هذا الشكل يعني الشكلة المعقودة اللي نعملوها في سيل الايام ونزيد معها شوية قصبر وكذلك واحدة الزوجة في السوس لتصوم نحتاجو كذلك الى البيض انا عملت ستة حبات ومن بعد نشوف الى احتاجات انزيد بالنسبة للتوابل نوضعها فقط شوية ملح الملح ما تكتلوش انه راح نعمل الجبل ونزيد شوية كركم باش يعتني ذاك اللون الاصفر في البطاطا ليالي وكذلك نحتاجو شوية الكمون بيان سور وكذلك فلفل اسود ونزيد شوية قصبر مجففة ونضيف شوية الحليب مع البيض دينا هكذا باش يخففلنا شوية ونبزج كل جمع بعدياته البعض وهنا عينيكم وميزانكم مثلا انا هنا حسيت باللي راها شوية مخصوصة ونزيد لها فقط حبتين تاع البيض كذلك البنات قدروا تضيفه زرو دينا يعني الجزان من بعد ما تفوروه ولا تسرقوه في الماء تربي واحدة هو ووضيفوه كطباقات مع القاطة دينا المهم هنا نبشي جبت المول ديالي الخاص بالفرن ونحاول نقسم الخليط ديالي الى جزئين نوضع الطبقة الاولى كما راكم تشوفوه ومن بعد نزيد عليها هذا البصل اللي قديناه في البداية كامل واذا عملتوا الجزار تضيفوه كطباقات ثالثة يعني يجي واحد منظر رائع لما كفانيش الوقت لبنات باش نفوروه المهم هنا زيت الفرن تختارو اي جبن تحبوه انا عملت هذا تاع الامبوغا كطباقات ثالثة او من بعد نضيف الخليط المتبقي هنا ملاحظة لبنات لازم يطيب على الفرن يكون على درجة مهيلة 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 باش البطاطا ديالكم تضيف يعني راح يتاخذ لكم حتى الساعة ونصف حتى ساعتين لكن اذا كنتم مزروبين سلقوا البطاطا ديالكم نصف طياب يعني سلقوها نصف طياب ومن بعد عادة باش تربيوها تطيبوها لانه اذا ما عملتوش هكذا راح يجيكم القغاة ديالكم خضر والبطاطا ما تطيبش اهنا من بعد ما دخلتها للفرن وخلشتها زيت لها فقط شوية فخماج موزر الله هكذا من الفوق وشوية قصبورة مجففة ورجعتها للفرن يعني ما بعد دقيقة برك هذك الفخماج ديال يدوب وهنا تكون جاهزة معانا كما راكم تشوفو انا واخدت لي واحد اكتر من ساعة ونصف يعني ساعتين لانا كما قد لكم البطاطا ما سلقتها شو بشرتها مباشرة والفرن ديالي دلتو على النار مهيلة 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 هكذا باش البطاطا ديالي تجي طيبة من الداخل وراح نوري لكم القوام ديالها تجي لبنات من اروع ما يدوب اروع ما يكون هذية وجات بنينا لبنات دوب في الفم يعني راح يحبوها الكبار والصغر ننصحكم ان شاء الله انكم تجربوها وما راحش تنساولها البنات ديالها خلاص خلاص هنا كذلك انا في سايا الايام نزيد حتى طبقات الكفتة لكن ما حبيش ندخلها اليوم باش يكون طبق ساهل المهل وفي مسناول الجامع لكن اللي حبي يعمل طبقة كفتة كذلك الجبنينة يعني وهنا البنات سنكونوا وصلنا الى نهاية الفيديو نتمنى ان شاء الله الوصفة اليوم تكون ريفا خفيفة لكم وعجبتكم واذا عجبتكم كلا عدا ما تنسوش تدعمونا باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ونقولكم تبعوا وعلى خير ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله باي